للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر الماضي تعلن كتائب حزب الله تعليق هجماتها على القوات الأميركية بعد أكثر من 160 استهدافاً شاركت فيه مع فصائل أخرى داخل العراق وسوريا قرار الكتائب أدرج تحت مسمى عدم إحراج الحكومة العراقية وأوصى مقاتلي الحركة بالانتقال إلى الدفاع السلبي مؤقتاً وهو مصطلح عسكري يعني توفير حماية النسبية من دون إيقاع أي خسائر بالعدو كما يشمل الاختفاء والتمويه والخداع وبناء التحصينات والانتشار لتجنب الآثار الناجمة عن القصف المعادي قرار حزب الله لم يأتي من فراغ فقد استبق رداً أميركياً مرتقباً على مقتل العسكريين الثلاثة كما عقب جهوداً مكثفة بذلها السوداني للتهدئة بعد الهجوم على قاعدة البرج 22 في الأردن بحسب مستشاره للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين أميركياً رد البنتاجون على موقف الكتائب بأن الأفعال أبلغ من الأقوال تعبير حمال أوجه فبعض الخبراء فسره بأن قرار الفصيل المسلح لن يجنبه الرد الأميركي المرتقب فيما عده آخرون مراقبة من الولايات المتحدة لمدى التزام الفصيل بقراره من عدمه وبينما تكتظ أجواء المنطقة بالاتصالات السرية والعلنية نقلت رويترز عن مسؤول كبير في الخزانة إن واشنطن تتوقع مساعدة من بغداد في تحديد وعرقلة تمويل الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في ظل استخدامها النظام المالي العراقي لإدامة عملياتها عبر أحدث تحرك للوزارة الأميركية إثر العقوبات على مصرف الهدى وفلاي بغداد